بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله بإذن الله تعالى أول درس في الوحدة السبعة سنة ستة ترمي التاني الوحدة السبعة أول درس فيها المنهج الجديد وهنسيب امتحان إلكتروني أسفل الفيديو وهنسيب لكم كمان رابط لتحميل كتاب المعاصر وكمان رابط لتحميل كتاب جيم علشان تشوفوا أنه الأسهل لمستوى أبنائكم وهنحاول بإذن الله تعالى نحل الكتابين على قناتنا هنبدأ بسم الله تعالى الوحدة السبعة اسمها Amazing Artifacts بمعنى تحف أسرية مزهلة أو تحف رائعة أو آثار مزهلة Amazing Artifacts طبعا الدرس الأول Listen 1 بعنوان A Visit To The Museum زيارة إلى الميزيام المتحف زيارة إلى المتحف طب إحنا لو رحنا زورنا المتحف إيه المواد الخام؟ إحنا طبعا هنشوف هناك Artifacts إيه الأرتفاكتس دي؟ اللي هي الحرف اللي هي التحف الأسرية فطبعا التحف الأسرية اللي هنشوفها في المتحف مصنوعة من إيه هو ده اللي احنا عايزين نعرفه فيها اللي مصنوع من جيرانيت أو من زجاج أو من من صلصال أو من زهب عشان كده الكلمات دي هتقابلنا وهنلاقيها معانا فطبعا جيرانيت و جلاس و كلاي و جولد Artifacts اللي هي القطع الأسرية أو المصنوعات اليدوية Preserve معناها يحفظ أنك مثلا منكم تحفظ المصريين دول كانوا بيحفظوا الأشياء بالمالح أو بيحفظوا الأسر بتاعتهم بمادة بيخلطوها عليهم اللي هي زي التحنيط Fascinating موزل أو خلاب Durable معناها متين حاجة جمدة أو يعني مصنوع من حاجة متينة ما تنتهي بسرعة أو ما تتهلكش بسرعة طيب طبعا دي نفس المواد اللي احنا قلناها الكلمات بس الصور ليها يعني التحف الأسرية مزهل حاجة مبهرة و صالب متين و زجاج اللي هو جلاس والصلصال والجرانيت والجلد اللي هو الزهب طيب لو بصينا هنلاقي الكلمات كلها مترتبة عندنا هنحاول نقراها و ناخد المعلومة دي و نقرأ نص الاستماع بتاع الدرس و نحل كمان الأسئلة اللي عليه و هنحل أسئلة جيم والمعاصر فيه فيديوهات منفصلة أو الفخار بقى الكلمات ميوزيوم متحف ستيودينت طالب إيجل خدناها قبل كدف ربعة نصر برايماري سكول مدرسة برايماري ابتدائي تم مقبرة المصريين القدماء قيم أو زوقي ما له شأن يعني كلايمة المناخ وزور الطقس و طبعا الفرق بالتنين أن المناخ هو حالة الجو في مكان أما الطقس في فترة يعني ده في الشتاء نقول طقس الشتاء و نقول مناخ مصر مثلا يعني المواد الخام جاب لي معلومة هنا و بيقول لي دي دي يونو و أنت تعرف أن حقيقة أو قطعة أثرية حقيقية موجودة في المتحف المصري is an object تعتبر حاجة أثرية كده that was made by humans صنعت بواسطة البشر the khufu solar ship هي سفينة خوفو الشمسية is an artifact from ancient Egypt تعتبر تحفة أثرية رائعة من تحف أو من أعصار مصر القديمة it's the world's oldest intact ship هي أقدم سفينة سليمة في العالم يعني قاعدة زي ما هي و ما حصلهاش أي حاجة دي معلومة يعني بيدهالي كده بيقول لي اعرف تاريخ بلدك طيب هنشوف دلوقتي محادثة ما بين المستر أو المرشد السياحي و ما بين الولد تامر و أخته تمارا هيرده على بعضه و نشوف إيه اللي هيقوله طبعا أول كلمة في نص الاستماع بيقول لي why are tamir and tamara add them you zayam هما ليه في المتحف وجايب لي أول حاجة Mr. Tariq Mr. Tariq بيعرفنا بنفسه بيقول good morning صباح الخير I'm welcome ومرحبا بكم to the museum يبقى welcome to welcome to مرحبا بكم في على بعضيها متحف ال ancient history متحف التاريخ القديم my name is Mr. Tariq أنا اسمي Mr. Tariq and I am your guy today وأنا المرشد بتاعكم النهاردة يبقى كده عرفنا أن تامر و Tamara رايحين المتحف القديم متحف التاريخ القديم وقابلهم هناك المرشد السياحي اللي اسمه Mr. Tariq تامر بقى قال له good morning أهلا بك وصباح الخير يا Mr. Tariq I am tamir أنا اسمي تامر and this is my sister Tamara ودي أختي Tamara يبقى عايز يعرفني عرف بنفسي وعرف باللي معايا فلما عرف بنفسي بقول I am fulain عايز أقول وهذا فلان أقول this is fulain فبيقول لي بقى my sister Tamara we are studentists at Egyptian Eagle Primary School احنا بقى في مدرسة اسمها مدرسة النسر المصري الابتدائية and these are our parents وهؤلاء هم آباؤنا يعني ايه أهليهم معاهم ردت Tamara بقى وتكلمت برضو قالت ايه؟ قالت we are excited to excited متحمسين وما ننساش ان احنا خدنا excited و exciting الترم الأول وقلنا ان excited دي متحمس للأشخاص أما exciting مسير أقول المتحف exciting يعني مسير بتقول احنا متحمسين لكي learn نتعلم الكثير about عن الانشانت ايجيبشن عن الارتيفكتس بتاعة المصريين القدماء أو التحف المصرية القديمة رد المرشد السياحي وقال لها great عظيم أنا حابب الناس المتحمسة دي what would you like to know يلا بقى قولولي عايزين تعرفوا ايه على طول ردت Tamara وقالت له well forest of all أولا وقبل كل شي why do we have so many artifacts شو معنى مصري يعني اللي مليانة بالتحف عايزين نعرف احنا ليه احنا اللي عندنا التحف دي والناس كلها بتيجي تتفرج عليها رد طبعا الميستر وقال لها that is an interesting question ده سؤال رائع one reason سبب واحد is the climate هو المناخ طب أنا كده ما فهمتش يعني احنا عندنا آآ الاثار والتحف دي كلها بسبب واحد وهو المناخ يعني قصدك تقول ايه قال لها we have a hot dry climate احنا عندنا تقص ساخن جاف تقص ساخن جاف في مصر so artifactes عشان كده التحف الاثارية دي aren't damaged by cold and wet wizard الحاجات دي ما بتتدمرش ما بتتأثرش بالبرد ولا بالطقس البارد المبلل يعني بالمطر محنا ما عندناش لو عندنا الحاجات دي كتيرة ما كانتش الاثار دي هتقعد على حالها فبما ان عندنا بقى سخونة وجفاف في الارض وفي الجو يبقى كده ايه يبقى كده صار هتقعد طيب this helbis وده بيساعد to preserve اللي احنا اخدناها في الكلمات يحافظ على ان هو يحافظ عليهم the ancient Egyptians المصيرين القدماء also no عرفوا that certain materials ان المواد الخام اللي هي اه اتبنى بيها القطع الاثارية دي اه could lost يمكن ان تستمر long time لوقت طويل او لفترة طويلة لهذا السبب they built the pyramids هما بانوا الاهرامات with granite بنوها بالجرانيت a very hard and durable stone عبارة عن حجر متين وشديد الصلابة اللي هو الجرانيت ده تمام اخدنا كلمة جرانيت واخدنا كلمة durable شديد الصلابة رد تامر وقال له that is fascinating خدناها في خمسة الكلمة دي fascinating يعني ايه يعني ده امر مبهر امر رائع what other materials طب ايه المواد التانية بقى غير الجرانيت اللي صنعوا منها التحف دي did they use اللي استخدموها الميستر رد وقاله they used استخدموا a load of glass استخدموا زجاج كتير which lost is forever الذي يستمر للأبد they also used استخدموا clay اللي هو الطامي أو الفخار أو الصلصال which is found close to the river اللي هو موجود بالقرب من النهر أو من نهر النيل طبعا to make puts عشان يصنعوا منه الاواني والآآ حاجات الفخارية تامر قال له i also heard انا برضو سمعت they used a load of gold استخدموا دهب أو في توحاف ذهبية in two tank amoons tom في مقبرة توت عن خامون رد الميستر وقاله yes the ancient Egyptians المصريين القدماء like to use gold حابوا ان هما يستخدموا الزهب because it's valuable يعني قيم but it's also very durable يبقى الدهب ده قيم يعني غالي جدا في نفس الوقت متين يتحمل الايه؟ صوب قوي when they covered artifacts لما بيغطوا التحف الأسرية دي بالزهب they kept them in good condition بيخلوها تحفظ في حالة جيدة تامر رد وقال له i am happy about that انا سعيد بالاخبار للحاجات المعلومات اللي انت ادتها لنا دي it's exciting i got exciting في البداية كانت excited لما قالت انا هنا بيتكلم عن غير العاقل it's exciting to enjoy the singers تستمتع بالاشياء اللي هما صنعوها هنبدأ نحل دلوقتي على الكلام اللي احنا قريناه وسمعناه بيقول لي تامر وتمارة دول بيرانتس يعني هما آباء ولا go to the Egyptian Eagle Primary School بيروحوا مدرسة ابتدائي وصلب اللي احنا قلناه ازا اجيفشان كلايمت بالنسبة لمناخ مصر او مناخ مصريين المناخ المصري كويس لحفظ اللي احتوح في الاثرية ليه؟ لانه هوت جدا ولا لانه مبلل وبارد ولا لانه طبعا هوت ودراي بارد حر وجاف في نفس الوقت الانشان تيجيبش المصريين القدماء استخداموا الجولد بقى ليه بقى؟ عشان هو ما بيستمرش لوقته طويل ولا علشان هو غالي ومتين ولا علشان هو بيعمل اواني فخارية طبعا علشان هو غالي ومتين قيم وصلب او زومتانا طيب المصريين القدماء بنوا الاهرامات بايه؟ طبعا نفس الاجابة الهناك اللي هو الجيرانيت عندنا مناخ كان هوت وايه؟ هوت ودراي يعني جاف طيب بالنسبة للجيرانيت يعتبر ايه؟ ستون يعني حجر يعتبر حجر استخداموا الوطف نقط طبعا استخداموا الجلد الزهب في المقبرة بتاعة توت عنخ امون المصريين القدماء حبوا ان هما يستخدموا الزهب فاستخدموه لانه طبعا يعني قيم حاجة قيمة هناخد ارتيفاكتس هناخد ارتيفاكتس في رقم اتنين لما غطوها بالجلد ده ساعدهم ان هو ايه؟ يخليها في حالة كويسة طبعا تماثيل زهبية يعني تمام؟ كانوا مذهلين يبقى اخدنا ارتفاكتس رقم اتنين رقم اربعة وغولد رقم ثلاثة توفيل الجميع والسلام عليكم في البركاته